بالتأكيد وأنا بس عايز أضيف حاجة أن مباراة السوبر اللي فاز بها للتحادس سكندريق العالي ما كانش الطرف في المباراة دي فتحقيق حتى البطولة ما كانش على حساب فريق النادي الأهلي لكن البعض يقولك طب ماشي ما وانت ساهلتوا الأمور جدا وجبتوا أجوستي وأجوستي ده كان مدير فني لنادي الزمالك وبالتالي القصة كلها بما أنكم بتتحدثوا عن نجاحات وإنجازات فكل النجاحات والإنجازات دي تنسب لأجوستي طب إحنا ليه عرضنا أصلا صور بطولات الفرق المصرية لتنفست على البطولة سواء الأهلي أو الاتحاد أو نادي الزمالك في وجود أجوستي مع النادي الأهلي أو وجود أجوستي مدير فني لنادي الأهلي آه أجوستي مع النادي الأهلي تفوق بشكل كبير جدا طب هي القصة كلها لو في أجوستي بس إحنا هنا مش بنقلل من قيمة أجوستي كمدير فني كبير لا ده مدير فني كبير وكبير جدا ولكن لو هي القصة كلها إن تحقيق البطولات مرتبط بأجوستي فقط لغير إذن أجوستي هو في نادي الزمالك أكيد هيحصل نفس الطفرة اللي حصلت وأكيد نادي الزمالك هيحقق كل البطولات باستثناء بطولة من ست بطولات ممكن شارك فيها لكن هل ده حصل؟ لا اللي حصل إيه؟ اللي حصل إن نادي الزمالك في وجود أجوستي والآهلي ونادي الاتحال سكندري تقسم البطولات تقسموها إزاي؟ نادي الزمالك خد بطولة الدوري وبطولة أفريقيا والنادي الأهلي خد بطولة أهلي بطل المرتبط والاتحاد خد بطولة كأس مصر طيب ده على مستوى البطلات مفيش استحواز لنادي الزمالك في وجود أجوستي وبنأكد أجوستي مدير فني كبير لكن احنا بنأكد ان مشروعنا كنادي أهلي في كرة السلة هو مشروع بنية من أجل السيطرة على مقاليد اللعبة في مصر وأكيد أكيد عندنا طموحات وأحلام أننا نحصل على البال ونحصل على البطولة الأفريقية لأن النادي أهلي له تاريخ مع البطولات الأفريقية في كرة السلة يمكن عدد محدود ولكن هو الأكثر حصولا على هذه البطولات بين الأندية المصرية طيب طب الأهلي هو بيواجه الزمالك أجوستي إيه القصة بما أن القصة كلها لو البعض هاتخالها أنها أجوستي فقط لغير لا ممكن نستعرض بقى مباريات النادي الأهلي مع نادي الزمالك وأجوستي مدير فني لنادي الزمالك هتلاقي في كاس مصر النادي الأهلي فاز 85-80 على زمالك أجوستي في دور السوبر الزمالك انسحب أمام النادي الأهلي في دور السوبر تاني فوز الأهلي 112-106 على زمالك أجوستي في دور المرتبط فوز الأهلي 91-68 على زمالك أجوستي في دور المرتبط تاني فوز الزمالك 63-59 في مباراة كانت تحصيل حاصل إذن الأهلي أمام زمالك أجستي لم يخسر أي مباراة لها قيمة تضيف أو تخرج النادي الأهلي بطولة أو توصل نادي الزمالك بطولة المباراة الوحيدة اللي اخسرها النادي الأهلي كانت مباراة تحصيل حاصل طيب طب ما نروح بقى لمواجهات الأهلي والزمالك ونشوف لما أجستي أصبح مدير فني للنادي الأهلي الزمالك كان بيحقق نفس النتائج دي أمام النادي الأهلي بقى أجستي هتلاقي استمر تفوق النادي الأهلي على الزمالك دور المرتبط فوز الأهلي 66-63 دور المرتبط فوز الأهلي 71-64 كاس مصر فوز الأهلي 67-66 دور السوبر فوز الأهلي 86-85 دور السوبر فوز الأهلي 71-64 يعني النادي الأهلي مع أجستي بيسيطر على كل المواجهات المباشرة ما بين الأهلي والزمالك وبيفوز بكل المواجهات حتى تحصيل حاصل النادي الأهلي بمدرين فنين آخرين ضد زمالك أجستي أيضا بيفوز بكل المواجهات إلا مواجهة واحدة فقط لغير تحصيل حاصل قيمة النادي الأهلي في السلة وكلمة المشروع مش باجي أشوفها مع مدير فني كان السنة اللي فاتت معايا والنادي الأهلي هل هو كان قبل أجستي في كرة السلة عدم؟ لا ده هنستعرض فيه آخر عشر سنين بطولات النادي الأهلي ونادي الزمالك ونادي الاتحاد البطولات اللي اتلعبت في دور السوبر ودور المرتبط وكاس مصر من أول 2012 لـ 2022 وخدنا آخر عشر سنين عشان يبقى معيار النجاح والتقييم يكون عادل وبعيدا عن تأثير المدير الفني هتلاقي النادي الأهلي حق 13 بطولة 3 دوري سوبر 2 كاس مصر 1 أفراقيا 1 بطولة عربية 6 دوري مرتبط يليمين نادي الاتحاد ونادي سبورتنج بكم بطولة 10 بطولات 1 دوري سوبر 3 كاس مصر 1 سوبر مصري الاتحاد 2 بطولة عربية 3 دوري مرتبط سبورتنج 10 بطولات 3 دوري سوبر 5 كاس مصر بطولة عربية 2 دوري مرتبط مفيش بطولة عربية في مباراة لا سبورتنج مفيش بطولة عربية 3 دوري سوبر 5 كاس مصر الكلام ده مش حقيقي بطولة عربية لا 2 دوري مرتبط فقط لغير ونادي الزمالك ونادي الجزيرة 3 بطولات فقط لغير 2 دوري سوبر وبطولة أفراقيا مع جوستي اتنين دوري سوبر للجزيرة وبطولة كاس مصر يعني الفوارق ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك اخر عشر سنوات شاسعة جدا من ينافس النادي الاهلي اخر عشر سنوات على صدارة بطولات لعبة كرة السلة في مصر هما ناديين كان نادي سبورتنج جات له طفرة من 2012 تقريبا حتى 2016 حوالي 4 كاس مصر او بطولات اللي خادها 3 دوري سوبر و5 كاس مصر متليين واعتقد كان معهم كابتن مرعي والنادي الاهلي 13 بطولة ونادي الاتحاد السكندري عشر بطولات اذا النادي الاهلي في مشروعه من عشر سنين جسد اضافة بالتأكيد اضافة وهو ده اللي احنا بنسع عليه ان انت تكون رقم واحد في تاريخ بطولات كرة السلة في مصر